لي مونشستر سيتي مقاسي سعيد الصراع بين الوحش إيرلينغ هالند والعملاق فيرجيل فوندايك كيف ترى شوف محمد فوندايك من بديت نشوف فوندايك ولا مراشته في الديال مباشرة مع أي مهاجم تقريبا يلعب بعيد على المهاجمين هو يسترجع كتير الكورات لهذا ما نقول بل ما راحش يكون الديال ما بينتهم لما تكون الكورة في الأرض ولكن راح تكون السراعات راح يكونوا في الهواء في الركنيات أو المخالفة على الأطراف هنالي راح نشوفه قوة هالند أمام فوندايك صح صحيح من الوفق لأن هالند ليس من طينة المهاجمين التقنيين الذين يعتمدون ربما على الانطلاقات السريعة والمراوغات لذلك فوندايك لن يكون مجبرا على العودة إلى الوراء وترك مساحات بينه وبين هالند العكس سيكون قريبا من هالند ولكن داخل منطقة العمليات خصوصا في الركلات الحرة والمخالفات والركنيات معركة طاحنة بين اللاعبين داخل أرضية الميدان ومعركة الشترانج بين عقلين مدبرين وأقوى مدربين في العالم في الوقت الحالي رفقة أونشيلوتي كيف ستكون الرقصة الأخيرة بين غوارديولا وكلوب والله راح تشوف عدة سيناريوات في المقابلة محمد نعم كلوب الذي كان صرح اليوم حول الباب باش نكمله فقط فكرة دياله وعتبره أفضل مدرب في العالم اليوم زاد صرح دائما دائما يعتبره ما أفضل مدرب في العالم كل ما يكون باش يهرب الضغط على روحه على نفسه كل ما يكون ولو أني أوافقه الرأي حالياً غوارديولا هو أحسن مدرب في العالم لأنه توجه بربط أبطال أوروبا في كل مواجهة تلعب بين ليبربول وبين السيتي يخرج علينا جوى يورغن كلوب أنا كون جيد صحفي نقول له أشوف قبل ما تبدأ غوارديولا هو أحسن مدرب في العالم ما يروح أطيناك صرح تفضل قاسيسات لا أكتلك راح يكون عدة سيناريوات في هذه المقابلة قد ما يبدل السيستام دو جو باك غوارديولا راح يكون الرد من كلوب ونفس العكس صحيح لما كلوب حاول يغير سيستام دو جو تاعه راح يكون الرد من غوارديولا راح يشوف مقابلة داخل المقابلة شاهدنا في كثير من الأحيان أهداف كثيرة في هذه المواجهة أمين هل تتوقع نتيجة تقيلة يوم غد؟ لا نتيجة تقيلة لا لا أعتقد كل شيء ممكن في كرة القدم ولكن طبيعة المباراة وخصائص المباراة وتوقيت المباراة لا أعتقد أنها ستكون مباراة مفتوحة شاهدنا 4-1 شاهدنا 5-0 شاهدنا 2-2 شاهدنا 4-3 شاهدنا 3-1 هذه المرة محمد هذه المرة سيلعب لقاء على نقطة واحدة فقط لذلك أعتقد أن كل المدربين سيتوخى الحذر ولا أعتقد أن النتيجة ستكون كبيرة ربما سنشهد تعادلا ربما سيفوز أحد الناديين على الآخر بفارق هدف أو هدفين لا أكثر أطول سلسلة انتصارات في الدولة الإنجليزية هذا الموسم ينفرد بها أرسنال سبع مباراة أو سبع انتصارات متتالية والسلسلة مستمرة بينما وانشستر سيتي فاز بست مباراة متتالية وليفر بول بخمس مباراة متتالية الأرقام أقوى هجوم أرسنال أقوى سلسلة انتصارات أرسنال لكن أرسنال في المركز الثالث بعيد عن ليفر بول ومونشستر سيتي بنقطة ونقطة عين النقاط هي الأساس نعم تقدر تسجل تخسر سيسا سانكو ووراك عندك هجوم سجل خمس أهداف لكنك أخرج تعمل بسفر نقطة ما هي أبرز أسلحة كلوب لحسم هذه المواجهة؟ قلت لك ربما عودت صالح لعب ربع ساعة عودة صوب وصلاة مهمة جدا إندو في وسط الميدان سيكون سراع كبير جدا خاصة في وسط الميدان بين إندو وصلاة مكاليستر أمام رودري وستونز وديبرين محمد صلاح إحصائية هذه نعطيها كميدو ساهم بشكل مباشر في سبع أهداف من أصل ثمان أهداف سجلها ليفر بول مؤخرا على مونشستر سيتي يعني جل أهداف ليفر بول على السيتي ساهم فيها محمد صلاح نعم نكمل فقط بشأن السيتي أيضا هل سيلعب دوكو كأساسي كجانح أيصر أم أنه غوارديولا يولي الخيار لفعله أمس أول أمس لما لعب لعب الفارس الجال يسرى وشفنا هالند بقى كقلب هجوم أم أنه غوارديولا أمامه عنده العديد من الأوراق لكن الشيء المؤكد هو أنه دي برين فودان بيرناردو سيلفا رودري بالإضافة إلى ستونز ربما هذا هو خماسي وسط الميدان سواء الدفاع أو الهجوم بالأجنحة هالند سيكون فيه مهمة صعبة كما قال لك أمام فونديك معركة وسط الميدان ستكون حاسمة ومهمة جدا وإضافة إلى ذلك دور داروين نوناز إن وصل النوناز على نفس الطريق الصحيح الذي ينتهجه في آخر المباراة قد يكون المنقد بالنسبة لليفربول لكن إن عاد إلى طبائه والعوايد القديمة قبل المباراة ثلاثة أو أربع مباراة ما الآن عندما كان يمر بفترة فراغ سيئة جدا ضيئة على عديد من الأهداف المحققة الشيء يبقى صعب بالنسبة لليفربول من ترشحون الفوس بهذه المباراة في كلمة واحدة سيتي أمين منطقيا سيتي سيتي أميدو تعادل تعادل من ترشحون الفوس بالدورة الإنجليزية هذا الموسم؟ سيتي 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 أيضا سيتي سيتي كل أرسنال يا أميدو لا تخاف يا أميدو قلت سيتي لأنه قبل شهر من الآن شهرين من الآن لما كان سيتي ذكر جيدا توجلس في مكان قاسي سايد سيتي كان في المركز الثالث على ما أعتقده الرابع بفارق قلت بأن أفضل فترة لسيتي في كل موسم هي من نصف مارس وروح إلى غاية ناية الموسم سيتي لن يفوز على ليفر بول ولن يفوز بلقب الدورة هذا الموسم وماذا لو فاز سيتي على ليفر بول فاز فهي مجرد كرة القدم وهذه مجرد توقعات لا تغني ولا تسمن ولما فاز هو توقع صحا شكرا جزيلا لكم من الدور الإنجليزي إلى الدور الإسباني لو نبدأ معك يا أمين وريال مادريد الذي خيب الظنون هذا الأسبوع رغم تعادله مع اللايبزيج هدف مقابل الهدف في ملعب سونتياغو بيرنابيو وصعوده إلى الدور ربع نهائي من دور العبطال إلا أن هناك انتقادات كثيرة وضغوطات مورسة على النادي من قبل الأنصار من قبل الإعلام من قبل الجميع من قبل المحللين المتابعين يرون بأن الريال لعب بالنار وكان يمكن أن يفقد كل شيء في لحظة واحدة أكيد أولا من يتحمل هذه المسؤولية أو مسؤولية المباراة أتحدث عن مباراة لايبزيج مباراة العودة وونشيلوتي أنت تلعب منذ بداية الموسم بخطة 4-4-2 كل شيء يمشي على ما يرام بهذه الفطة الفريق يفوز يفوز حتى بنتائج كبيرة 5-0-4-0 لماذا تصل إلى مباراة لايبزيج ثم تقرر فجأة تغيير الخطة إلى خطة لم تعهد اللعب بها منذ مدة طويلة تخيل أنه لو عاد إلى خطة 4-3 لكان الأمر مفهوم ببعض الشيء لماذا اختار أولوتي خطة 4-5-1 وكأنه سيلعب أمام مونشستر سيتي وكأنه فاز على مونشستر سيتي في مباراة العودة ويريد أن يحافظ على النتيجة تتلعب أمام لايبزيج كان عليك أن تتمسك بالخطة التي تعودت على اللعب بها هذا أولاً ثانياً ماركو روسا تفوق على أونشلوتي في المبارتين وليس في مباراة العودة فقط في مباراة الذهب أيضاً لايبزيج كان الطرف الأفضل لحسن حضر ريال مادريد أنه يملك لاعباً اسمه إبراهيم دياز بمجهود فردي لواغة 3 أو 4 لاعبين وأسكن الكرة في الشيبك لم يحتسب الهدف الأول لم يحتسب الهدف الأول لك طبيعي لحسن حضر ريال مادريد أنه يملك حارساً اسمه لونين حارس تمكن من صد 9 أهداف محققة في مباراة الذهب وأربع أو خمس أهداف محققة أخرى في مباراة العودة لذلك أونتشيلوتي هو من لاعب بالنار ثانيا هناك فترة فراغ دائما ما يمر بها ريال مادريد وفي نفس الفترة من الموسم شهر فيفري إلى مارس ريال مادريد دائما ما يتراجع مستوى الآن الإدارة قررت أن تخضي اللاعبين كل لاعب ريال مادريد لاختبارات بدانية من أجل تحديد برنامج بدني خاص من أجل إعادة تقم الفني أكيد الطاقم الفني بالتعاون مع الإدارة بالتشاور مع الإدارة لأن الفريق الآن في وقت حساس تم التأكيد على أن الفريق سيخضع لاختبارات بدانية وسيستغل الطاقم الفني الفترة المقبلة فترة توقف الدولي من أجل إعادة تأهيل اللاعبين بدنيا من أجل استرجاع المستوى الحقيقي لريال مادريد في المواعد السابقة المهم والأهم هو أن ريال مادريد في أسوأ أحواله اقتطع تأشير التأهل وهذه هي هوية البطن نعم هل قدم الريال أسوأ مباراة له هذا الموسم؟ أما في رابطة الأبطال بالطبع في كل الموسم كان قادر يعني انتظر في ريال مادريد لما تبدأ السنوات مباشرة باش تفوز برابطة الأبطال وكان قادر يخسر كل شيء في هذه المقابلة إذا كان يعني أقصية أمام لايبسك رح تكون كاريتا نوليبكوش قلمين على اليقاء البدنية خاصة خاصة لمن تراجع جود بيلينغان منذ عودته من الإصابة؟ يعني هذا اللعب شفناه في المرحلة الأولى كان هو الأساسي يعني يسجل كان يمد أهدف ولكن اليوم في نقطة استفان في تراجع دياله ولكنه كان صاحب الفضف للهدف من الأسباب شفنا عدة مرات يعني أصيبة ضياء عدة مقابلات حتى اللي كارت أحمر خدا كارت أحمر سياري مبارتين نعم نقص المقابلات هم اللي خلاوه يضيع وقت اللعب مع رياض مادريد اللي أطرت على اليقاء البدنية دياله نعم